المكاسب هذه تثمن ولكن من سوء حظ الجزائر أنها أتت في موجة غلاء عالمية للمواد الاستهلاكية فأثرها لم يلمسه المواطن بالشكل الصحيح رغم جديتها ورغم تواجدها ورغم استمرارها لأنه ما زالت زيادة في مارس هذا كان زيادة ما احتل السنوات القادمة إن شاء الله لتلحق نسبة معينة خطط الهلاس 50% نعم مازالت 3% ولكن قطلق لسوء الحظ أنها جاءت في موجة غلاء بمعنى ظرف دولي تأثرنا به أنت تعرف بعد كورونا النقل البحري زاد فكل مواد التي تأتي للجزائر من الخارج زادت لكن كيري زادت الأصلا الشحن الدولي لذلك السوق العالمية تتعافى عندما تتعافى جيدا أنت شوف يعني خرجنا من أزمة كورونا جاءت أزمة أوكرانيا صح وكل كورونا أوكرانيا مرتبطة بمواد أساسية من كان عندنا مشكلة في الزيت وفي أمر واحدة أخرى وولت في الحبوب لأن أوكرانيا وروسيا من الموردين الأساسيين للعالم في الحبوب لكن أنا سأذهب إلى زاوية أخرى قد يغفل عليها الكثير بالنسبة لي شخصيا وهذا كنت نقوله في الأحاديث الخاصة ولا أستحي به أن أقوله أو فلا نعم نحن نظلنا لسنوات من أجل أن يكون هناك رقابة صارمة للمسؤول وصلنا إلى مستوى متدني لمسؤولين سابقين حيث كان يخطئ ويغلط في أداء مسؤوليته وتأتيه فوق كل ذلك تهنئ أو تثبيت أو شيء من هذا القبيل الآن ما حدث وشوفنا مؤخرا ما حدث أن كل مسؤول جزائري أصبح عنده رقابة ذاتية لأنه يعلم في الغلطة الأولى رح يقرحوا خارج الحسابات من بينها ما عندهش بزاف وزير الفلاحة وقبل وزير مؤسسة النشئة أيضا لا هذا كان في حكم قضاء يخلينا بالمناسبة اليوم كانت القضية نعطيك مثال فقط في غليزان مؤخرا تم عزل الرؤسة الدائرة الرؤسة الدوائر وسبب واضح يعني من عند رئيس جمهوريا نظرا لتقصيرهم في أداء مهامهم هذا ما يهموني أنا بمعنى تخدم ولا تروح أنا هذا ما يهموني ونظرنا عليه لعدة سنوات أنه المسؤول يجي يخدم بش يخدم والمكان اللي رأي فيه ما يشتعب بها ممتاز هو جاي يخدم الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية تراقبه إذا مخدمش رايح يروح يخرج من سياق من تشريف الذي أوقله إليه المسؤولية تكليف ريش التشريف زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر